ينضم إلينا من القاهرة مراسل الغد محمد الحمراوي ومن غزة إبراهيم قنن البداية من غزة مع إبراهيم إبراهيم ما هي آخر المواقف الصادرة من الفصائل بشأن حوار القاهرة؟ بالتأكيد الفصائل الفلسطينية تنظر إلى هذه الحوارات بشكل جدي وبشكل هام جدا الفصائل الفلسطينية كانت أيضا عندما جاء اللواء عمر عباس كامل إلى قطاع غزة في جولها الأخيرة طلبت أن يكون هناك حوارات فلسطينية لبحث الملف الفلسطيني بشمولية وبشكل كبير جدا هذه الحوارات ستكون محوارات مهمة كونها ستبحث في عدد من الملفات الهامة والملفات الحيوية التي تهم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني خاصة في ملف تثبيت التهدية وملف الإعمار وملف المصالحة وأيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية أو أي حكومة يتم اتفاق عليها خلال هذه الحوارات بالإضافة إلى سيكون هناك مشاورات فيما يتعلق بإمكانية عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تحديدا بين حركة حماس وإسرائيل بالإضافة إلى ملفات ذات شأن اتفاق على رؤية سياسية ووطنية خلال المرحلة القادمة لكي تأخذ على عثقها ملف إعادة الإعمار والسير بخطة سياسية من أجل إنهاء القضية الفلسطينية والوجود حلول سياسية لكن الفصائل الفلسطينية تذهب إلى القاهرة بعقل مفتوح ولكن يتبدو هناك تباين في وجهة النظر بين الفصائل الفلسطينية وبين أيضا السلطة الفلسطينية الملف الأساسي الذي هناك اتفاق عليه ملف تثبيت وقف اطلاق النار من أجل وضمان عدم العدوان الإسرائيل على قطاع غزة مرة أخرى كما حدث في حرب الأيام الأحدى عشر التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وسقط خلالها المئات من الضحايا والشهداء والجرحة بالإضافة خسائر اقتصادية في البنية التحتية كبيرة جدا بالإضافة إلى ضمان عدم تكرار العدوان على المسجد الأقصى وعلى الحي الشيخ جراح وبلد السلوان وعمليات التهجير القصري للسكان بالإضافة أيضا إلى ملف المصالح وهو ملف شائك ومعقد منذ سنوات طويلة مصر تبذل جهود كبيرة جدا مع حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق مصالح ينهي حالة الانقسام ويتم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية لكن هناك عرقيل دائما توجد أمام الجهود المصرية وبالتالي هذا الملف معقد وشائك أيضا هناك الفصائل الفلسطينية تريد الاتفاق على برنامج سياسي ووطني من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الفصائل تقول أن هذا الملف يجب أن يبدأ من إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد وأيضا تشكيل مجلس مركزي وهذه يبدو أنه من الصعب في الوقت الحالي حدوث ذلك لعدة تعقيدات سياسية بين الفصائل الفلسطينية وبين أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية والأحداث الميدانية ربما بالإضافة إلى أن هناك ملف آخر هو صفقة إمكانية عقد الصفقة للتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل هذا الملف يتم مناقشته بشكل ثنائي بين الوسيط المصر وبين حركة حماس وقيادة القسام وهذا الملف تمت حديث معه عندما جاء اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة وكانت هناك دراسة وحديث مع قيادة القسام ومع يحيى الصنار في هذا الملف في هذه الجولة أيضا سيتم استكمال هذه المشاورات وربما تكون الأجوام وهي أكثر من أي وقت مضى من أجل عقد هذه الصفقة وضمان إنجازها بشكل سريع وفعلي